يا آدم إني أكرمت كل الأسماء علمت جنات المأوى أسكنت سجد لك الملك الأمراء إبليس عدوك نبوت أغراك حتى أخرجت استكبر أقسم أن يسمع ولا أبنائك في الأمراء الشيطان لا يخوينا وكتاب الله بأيدينا ورسول الله هاتينا يفهمنا هذه الأسرار إن أخطأنا أو نسينا أغفر ورحم يا رفا أغفر ورحم يا رفا ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطايا وقد علمنا بأنك باسط كفى النوال فبالإحسان فبالإحسان جد وعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجلال إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي يا أكرم الأكرمين يا رب سألنا بالنبي وآل بيت لهم جاه على مر الليالي ترنا الحق حقا نتبعه وجنبنا به طريق الظلالي السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آدم أول بشر خلقه الله وعلى جميع أنبياء الله مع آدم عليه السلام تعلمنا الكثير من كل درس ومن كل حدث ومن كل مرحلة تعلمنا أن نعيش مع آدم عليه السلام قصته تعاد لكل إنسان في الأرض من نفخ الروح فيه إلى الرسالة التي يتحملها في هذه الدنيا إلى الحرص إلى الفضول إلى الرغبة إلى المعصية إلى التوبة تعلمنا مع آدم عليه السلام فعليك السلام يا أول بشر خلقه الله تعلمنا مع آدم عليه السلام أن لنا عدوا مشتركا هو إبليس وجنده يحاول إغواء بني آدم كل على طريقته شهوات أو شبهات مكائد وتلبيس إبليس يريد أن يستنسخ معصيته في بني آدم الحب المعصي اللي عمله هو يعملوها بني آدم حتى يرضي غروره ويقول الله عز وجل شوف أنت أغويتني وهو يكذب ربي ما أغواش أنا بش نغوي بني آدم أجمعين يطلع علينا هذه الآية أخونا إسماعيل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين اليوم سنرى مجالا من مجالات ذنوب إبليس وهو الكبر ما هو الكبر وما هي مضاره وكيف ننجو منه هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم مع آدم عليه السلام لو نحقق من برنامج مع آدم عليه السلام استحذار الشيطان أن لا ننساه لأنه هو لا ينسانا وقت لي عندك أنت صديق في الحومة متاعك وعندك عدو تنسى صديقك ربما تحتاج وقت الضيق وإن شاء الله ربي لا يورينا ضيق ولكن إياك أن تنسى عدوك عدوك ينتظرك ينتظر منك غفلة لينقذ عليك وعلى أبنائك خطر هو راه كره الكل لذرية آدم الكل إذا خلوت فاعلم أن معك شيطان ينظر إليك إن خلوت وأنت تنظر إلى نفسك وحدة ونعمل الحبذ معي أوردينتور معي في فيسبوك في يوتيوب راه معك الشيطان يضحك عليك يتفرج من المبعيد إن خلوت أيها الشاب مع شابة في ظلمة الليل في شجرة في قسم في فصل من فصول المعهد راه اعلم أن معك الشيطان ينظر إليكما ويزين لكما وكان كنت في تشات وتحكي مع ابني راه الشيطان يقول لك انزل على هذه وقول كذا ودز الكلمة هذه بيش توصل بها معنا من معاني بيش توصل حتى غاية الكبرى وهي الفاحشة الله بعيد علينا بعد سماع الأرض إذا دخلت بيتك وانتي داخل قلوا معي شيطان نحبني منذكوري ربي ونحبني وقل ندخل نعمل فيها سي السيد كما يقوله ونؤمر وننهى ونعيت وش بيكم وعليش بش منقول كلمة طيبة لزوجتي بش منقول السلام عليكم بش منقول لولادي ربي خليك كما قلنا وقل إنسان مخلوق من صلصان نجم تكونه فولدك ديما أعطيك كلمة طيبة يعطيك الصحة يا رجال يا بائي يا دكتور يا صادخ يا أرد بالك تخلي الشيطان يخرج منك الكلمة النابية رأي كل كلمة نابية رأي سببها الشيطان أرد بالك تواجه ع زوجتك بكلمة رأي الشيطان يبقى يجتر فيها نهار كامل حتى ينزغ بينكما الشيطان مستكبر اليوم شوفه الكبر الشيطان متعاظم هو حقير ولكنه ما قلنا مخلوق من نار كما الغازات وين تخطه يكبر لا أنت ستخزيه بذكر الله وبفهم شخصيته سلاحه الأول هو الكبر ثم فرق بين الكبر والتكبر والاستكبار وثلاثة موجودين في القرآن الكبر هو شعور في القلب بالعلو على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الي حسروح خير من الناس كما عمل لبليس يحسروح خير من آدم يحسروح هو يفهم خير من ربي قالوا أرأيتك هذا الذي كلمت علي لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون معناه هو يتكبر على الله سبحانه وربي سبحانه يقول الكبر يا أوردائي والعظمة إزاري من نزعني فيهما أدخلته ناري هذا الكبر التكبر هو عمل تفاعل منه عمل يقوم به إنسان في قلبه كبر إذن يولي يتكبر يولي ثاني عطفه يولي مائل للناس يولي يشوفهم شزرا واحتقارا أما الاستكبار فهو طلب مقام أكبر من مقامه وهذه مشكلة كبيرة لأن بعض الناس يعرف مقامه ولكن يحب يطلع على مقامه يحب يتكبر على عغيره وهو سبحان الله لا إداريا وإلا ماديا وإلا علميا ما يستاهل المرتبة هذيك وعليش يقولوا عاش من عرف قدره ولكن الناس مكملوهاش عاش من عرف قدره وجلس دونه محليها التواضح تعرف قدرك وين مثالش أبقى تحته شوية أراهم من تواضع لله رفعه الله عز وجل على عكس إبليس اللي هو تكبر أمام الله إبليس تكبر وتعاذم ورفض السجود واستكبر وطلب مقاما أكبر من مقامه كانت النتيجة ربي قال له فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين بلك ماشي بلك مقامك عالي برشا حتى لا تسجد مع الساجدين لهم الملائكة الكرام المكرمين الملائكة العظام الملائكة المخلوقين من نور وأنت ترفض السجود لأنك استكبرت إبليس هذا الكبر يستنسخه يعمل نسخ منه في الإنسان يغرس فيه الكبر ينفخ في قلب ابن آدم افتخاراً بنسبه فيقول أنا من الجهة الفلانية أنا أصلي من بلاد الفلانية ثم ناسي يفتخر بأنه أصله مش من تونس قلوا أصلي من كذا جايين من عائل كذا وشوفوا وجهي وشوفوا شعري وشوفوا شكل حواجبي وإذا بي ولي يتكبر على ما تتكبر من أصلك وكلنا أصلنا من تراب واحد تكبر على آخر شافوا هكا يتكلم بعزة وعليه قال نبئت أني خلقت من تراب فهل خلقت من طين؟ قالوا نحن الزوز أصلي من آدم وآدم من تراب لا تتكبر بلغتك ولا بلهجتك ثم ناسي يضحك على إنسان آخر يتكلم بلاهجة يتكلم بالجاو يتكلم بالإيمالة ولا حاجة يقولوا شوفوا هذا يمنين من الرعاع وأنت أصلك من تراب وأصلك من آدم كله هذا يفعل إبليس راه ويخليك تعتبر الناس أقل منك ثم واحد حكاية حكاية هي كيف من نكتة قال لمشي في السيارة محترم القانون خاطر مخالفة القانون أجساد في الأرض محترم القانون قالوا والطريق ما يجيبش ممنوع قال جاء الآخر بقربة كبيرة فخمة وكذا قال فقلقني وتعطلنا قال حلية الشباك دورت بالسيف قال هو نزل على فلسة هكا بشي يسمعني قال قلت له أخو يرى أن تردي هذا ممنوع قالت لفتلي قال لي ممنوع على أمثالك يا كذا وسمعوا كلمة فهذا الكبر شوفوا نفخ فيه يخالف قانون وزيد يحتقر الناس علاجه ذلك أن يتذكر الإنسان أنه وقته يتكبر يولي كيمة إبليس بالضبط تواضع حتى كان رب يعتقك قيمة كبيرة فتواضع رهو الناس يحقرون متكبر سبحان الله الذي يتكبر ما يباله هو يدور منه ناس كل يتكلموا فيه وناس كل يذموه ثم ساعة ساعة إنسان يتكبر بهيئته بجسمه بوجهه يقول لفلان وجهه مخيبه هذيك الحكمة الكبيرة وقت قل له واحد قل له ما أقبح وجهك حشاكم فقل له أتذم المصنوعة أم الصانعة أنا رب يصنعني كيف يجي الذن فيه تفضل ثم سيا رفيق أشخاص تبدأ محاطة بهم أطراف هم اللي عاونوهم في الكبر بالضبط جنود إبليس يبدو يضحكوا يزيدوا يعاونوه باش يتكبر في عوض يعظوه يعلموه التوارع يزيدوا يعاونوه بارك الله فيك رب يجعل لنا علاج في كل شرع في التشريع من التشريع الإسلامية مثلا الصلاة وقت تصلي في المسجد لدينا مكان للأشراف ومكان للمتخلفين ومكان للرعاع والأفاقيين ولا لا لا بكلنا نصليوا مع بعضنا الغني مع الفقير العامل البسيط مع الأمير مع المريض مع الصحيح يتقابلوا الناس كل ويصليوا مع بعضهم ويضعوا ويكتف ويكتف حاذوا بين المناكب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتلفت تلقى بحذيك إنسان إما أرفع منك وإلى كيفك بمكان اجتماعي ولا مال أجمعنا ربي من بعضنا في الصلاة حتى نتواضع مهوش النسب بعائلة فلان ولا بالجهة فلانية من البلاد هذه رأي هذهك دعاوي الجاهلية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فقلتم فلان ابن فلان وقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنت كريم عند ربي والله ويحبك ربي والله وقلت ولي تقي ومتواضع أما أنتم إذا قلتم فلان ابن فلان هذا كم سبب متاعكم فاليوم أرفعوا نسبي وأضعوا نسبكم فينادي المتقين ويرفعهم الكبر سببه حقد حسد كراهية هذا يسبب متاعهم من داخل كما فخر عجب يسميه الغزال يقول العجب ينتج الكبر العجب أعجابك بنفسك هو اللي يجيب لك هذا الكبر وعلاجه أن تعلم أن عقوبته هو الترد من الجنة وتحريم الجنة كما تترد إبليس من الجنة لأنه استكبر وأمثال المستكبرين في القرآن الكريم وفي الدنيا كثيرهم اللي تشبه بقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي لفلوس وكل يقول قارون كيف كانت نهايته في سورة القصص يتلوها علينا أخونا إسماعيل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فيات ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين هذه كانت نهاية قارون أما فرعون فقد تكبر حتى هو قال أنا ربكم الأعلى فرب سبحانه أعطانا مثال قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون قال الأنهار تجري من تحتي ونملك مصر بكلها وعندي ملكها وأنا ملكها ثم قال شوفوا سيدنا موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أليس فرعون قال الأنهار تجري من تحتي لأن الكهان هم العلماء متاع الفلك يقولوا في النهار الفلاني يفيد نهر النيل ويسقي جميع مصر يعاد يخبروه وما يخبروش الناس يجي هو قدام النيل ويهز العصاء ويعمل هكا فيفيد النيل مجمع الكل يسجدون يقولوا ها وهذا اللقويم متاعنا والعالم متاعنا وليحرك لنا في نهر النيل هذي كلام إبليس قال أنا خير من هذا الذي هو مهين نفس الذنب تعبليس يعود فيه الناس يوميا أنا خير منه أنا خير منه شنو كانت عاقبة فرعون بعد هذا الكلام ربي سبحانه قال فأغرقناه وجنوده في اليم قال للعلماء كان يقول الأنهار تجري من تحتي فأصبحت الأنهار تجري من فوقه شوفوا سبحان الله أغرقته الأنهار التي كان يتكبر بها فكل متكبر راه ينفخه إبليس حتى ينسى أصله ينسى ضعفه أنت الذي تدعي القوة حاول أن لا تنام أنت الذي تدعي القوة حاول أن لا تمرض تمرض أنت الذي تدعي القوة حاول أن لا تموت يستحيل يستحيل كل من عليها فان أنت الذي تدعي الغناء حاول وصي أهلك قل راني وقلي نموت ما تدفنونيش لا بد أن تعاد إلى التراب حتى كان ولادك يحبوك برشا يخسروا عليك وسائل التحنيط أحفادك يقولون ما نعمل به جثة دفنوه فإياك أن تتكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر يمشي في برديه أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيام حتى تخاف اللي يتكبر شنو سيبه قال رجل هنا يوم ينسى يخاف يقول بالك يا أخويا أنا متكبر ما في بليش قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا حاب يكون حذائي باهي حاب تكون حواجي نظيفة وشعري ممشوت وهيأتي حسنا وعامل عطر هذا كان نبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الشيء يكونش كبر هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحقي وغمط الناس ما معناه بطر الحقي أي أنه إنسان يأتي يقول لك كلمة حق ونحب أن تسمعها منه هذا كتكبر وغمط الناس هو احتقارهم عكس الكبر هو التواضع ثم بيوت شاعر تعلمناه ونحن صغار ولكنها جميلة جدا المتكبر يشبه للدخان والمتواضع يشبه للجمرة يقول تواضع تكون كالبدري لاحى لناظر على صفحات الماء وهو رفيعه تشوف بركة بتاع ماء تشوف سورة البدري هو القمر هو دائري تراه في الماء هل تقول هو وضيع لا بالعكس هو رفيع ولكن لاحى على الماء ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيعه كأن أخذت هذا المثال تقول متكبر أو كيمة دخان برائحته الكريهة فإياك أن تتكبر ورب سبحانه قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض تراحاول تتعدى الأرض من هنا وتخرج من الجهة الأخرى مهما كانت قوة البشرية مهما اتفقت دول العالم تقول خلنا نعملو حفرة في الأرض بش نخرقوها هذه فيها معجزة المحال هذا دليل على أن الأرض الشكل متاحها موش كما كانوا يعتقدوا يقبال الهاكة واشنوها تحتها بالضبط لا الأرض رايح في شكل كورة تحفرها من هنا تخرج من جهة الأخرى قال ربي ما تنجموش كانت تلموا بعضكم الكل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ثم تكبر آخر خطير من فعل إبليس وإبليس هو سبب كل شر في الأرض وإبليس قوت وأنه ينسي الناس فيه وأنه برسل الناس يقول ما تحكيش على إبليس ما تحكيش على الشيطان وفي الحقيقة هذاك من تلبيس إبليس يحب ينسيك هذا الموضوع حتى يفعل بكما يشاء احتجت النار والجنة فقالت هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجيبه إليه حديث الصحاح إن شاء الله يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أعذب بكي من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بكي من أشاء شنوى التكبر ذلك هو التجبر هو الظلم هو الاتداء عن الناس هو فكان الأراضي متاحهم هو استعمال وسائل الله أعلم كيفاش باش تقلحهم من أراضيهم تستعمل القانون وتستعمل أشياء تجبر هذا نوع من الكبر إياك منه حاجة ثانية إنسان يحب يتعالى تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة ولا عقبة للمتقين النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقة اسمها القسواء وكانوا وهذه يرا فيها إشارة كبيرة للناس تقول ملاعب الكورة وهذه مضي على الأوقات أبدا النبي صلى الله عليه وسلم وكل حضارة كان عندها رياضة يجتمع على العدو وعلى السباق فكانوا يسابقوا في الناقة عن النبي صلى الله عليه وسلم القسواء وتغلبهم الكل فكأن الناس قالوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تهزم أبدا جاء واحد أعرابي معاها ناقة عجفاء سابقت هي وناقة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها هزمت الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه فراءوا كل من يطلع مطار طائر وارتفع إلا كما ارتفع وقع أطلع وانتحب أما رأيك تنزل المسافة هذه كلها فالحمد لله اللي هو عنده الكبرياء والي هو الكبير المتعال يقرأ لنا هذه الآية اسمه الحرب فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربي سبحانه وليس في حاجة حتى يعلمك أنه هو الكبير المتعال ولكن مش علمك تتواضع للخلق ربي غني عنك وعن أخلاقك ولو تكبرت أنت ومن في الأرض جميعا فإنك لن تضر الله شيئا يحبك أنت تعرف كاش تعيش مع الناس لا تتكبر بدينك لا بإيمانك لا بقوتك لا بفلوسك دي ما تواضع للناس ربي قال لبعض الناس يمشي في باله هم المؤمنين حقا قال كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم شوف كاش كنتم أقبله ورب يهداكم ما ليش تحب تغصب على الناس وتهزهم للدين بالسيف خليهم لا إكراها في الدين نوع من التكبر أن تعتقد أن كنتك الكامل وأن كنت ما تعملش الذنوب وهو في الحقيقة كله ابن آدم خطاء إلا كانك ماكش ابن آدم عما كانك ابن آدم رك خطاء وما تعملش روحك قدام الناس زعم أنت التقيي الكبير يستحيل أنت مذنب فرحم الناس في ذنوبهم أسخف عليهم انظر إلى ذنوب الناس انظر وأنك عبد ولا تنظر إلى ذنوب الناس وأنك إله رد بالك تحط روحك بمكان له من ذا الذي يتألى عليه قال أحدهم للآخر قال له والله لا يغفر الله لفلان فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان من ذا الذي يتألى عليه أعلمه أني قد غفرت لفلان ومقدته فهو غضبت عليه حتى لا تتكبر على الناس بالإيمان فالناس يتكبر له ويصلي ويتكبر له ويقرأ في القرآن والناس الأخرين بيهم وعليهم إحقاقا للحق وهذا صدق أنه في بلادنا مع الناس تتكبر وتعتحقر العباد الحمد لله الناس تسلم على بعضها الكل والناس الكل العلماء والأمراء والوزراء والناس كل متواضعة والحمد لله يا رب العالمين أما ثم حادثة بسيطة وقت لصاحب شركة هو خارج بالسيارة وهو هكذا بيدي جي والعساس الجديد قالوا أسلامه سفلان تلفت الماقر فأي هذا فأي سخير روح يسلم عليه قالوا اليوم اضطرده شوفوا مينه سلبي الكبر لهذا صاحب الشركة وهذا ما لا يفرحون في الحقيقة أصحاب شركات متواضعون يدوروا على المعامل ويدوروا على الموظفين بالعكس بل شغلهم الشغل هكذا الخدام البسيط هذك هو اللي يلزم تلاها به قبل ما نتلاها بالأعراف الكبار الأخرين لكم يتلاهاوا برواح معناها نقولوا ثم هذا وثم هذا أراه المتواضعون هم الرب يرفعهم وينصرهم في الدنيا قبل الآخرة هناك نوع آخر اللي محطوط غادي باش يخدمك أيها المواطن أيها المسلم أيها المؤمن يجي طالب خدمة ما يشوفكش يعمل روحه مراكش بالكل أجي يتكلمه ويخرج سيب وقعته ويمشي وتراه انخذوا هك انخذوا هكا يسكر للشباك ويمشي على روحه هذا يرى نوع من الكبر هذا يرى نوع من الكبر وكبر وحرام آخر لهو نوع لأنت تأخذ في فلوس تأكل تأكل علاش لأنك تخدمه هذا المواطن فإياك من هذا النوع راو خيانة للأمانة وراو هذا من فعل إبليس ينفخ فيك هكا وشكونه حتى هايما نهانا سكرت شباك ومشيت رد بالك راو نعرف أنهم في بالهمش اللي هو يعمل في الذنب اللي يعمل سيدنا آدم لو الوقت لأكل منها إذا ما أكلت حراما أكلت شهرية متاع ساعة هذيك والوقت هذيك حرام فيبقى هذيك نوع من الكبر إن شاء الله ربي يعافينا منه ويدلنا ويهدينا لبعاظنا ويحببنا فعظنا يا رب العالمين ثم استكبار آخر واختير برشا هو هذوك الجماعة اللي يتكبروا على الدين وتراها قلوا للمصلين يضحك عليهم تقولوا جماعة اللي تمشي لجوامع يضحك عليهم يضحك على العبادة هذو ما ربي يهددهم تهديد يردوا بالهم على الأقل كيف ربي مش هذيك كيف منزلت أنت مش هذيتش اثنية فعلى الأقل قل إن شاء الله ربي يهديني وسهلها تسهلك إن شاء الله ما تتكبرش على العبادة أسمع هذا التهديد إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين والعياذ بالله ناقلك ربي الناس اللي تستكبر على عبادة ربي اللي يكذبوا بالآيات رأهم ما يدخلوش للجنة هما مش يبالهم مش يدخلوا للجنة اللولينهم هما مش يبالهم أنهم هما هما الصالحين وقلوبهم بيضة وبلاش ما يكونوا يتعبدوا ربي قال شد الحبل وحاول الدخل في الثقب متاع إبرة يدخلش حبل في ثقب الإبرة هذا تفسير تفسير ثاني شد جمل حقيقي وحاول الدخل في ثقب إبرة متاع خياط يستحي ما يدخلش وبالتالي هو ما يدخلش للجنة لا يدخلون للجنة لا تفتحون لهم أبواب السماء منذ الوفاة الجي طالع الروح السماء الدنيا هبطو هذا يراه متكبر على عبادة الله أي وبعد يوم القيامة ما يدخلش الجنة حتى يلج الجمل في الثقب في سم الخياط وكذلك نجد المجرمين هذوم ناس إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا كأنه أذنيه مسدودة ما يحبش تحكي معاه وتراه أبدأ يحكيله في الدين وهو يتنرفز عليك هكا وآخر ما يقول لك طالما ما يتكلم فيها أنا مش مش نصلي طو أختي يهديني ربي تعو نصلي وقلوا ادعي قول يا ربي قول يا ربي يعرفني شبي هذا نوع آخر تتكبر ادعي ربي أنت في أزمة أنت مريض هل قلت يا ربي شفيني أنت في ورطة هل قلت يا ربي أنجيني أنت محتاج ولدك مريض تحب ربي شفيه علش ما تدعيش ربي سبحانه ربي وعدك إن دعوته أن يجيبك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فهل دعوته ثم ناس يتكبر على الدعاء اسم هذه الآية يقرهن أخونا اسماعيل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان الله ثم ناس يستكبر عن العبادة ربي قال ادعوني وسماها عبادة إن الذين يستكبرون مش عن دعائي عن عبادتي لأن الدعاء نوع من العبادة بل هو أصل العبادة هو التوجه إلى الله إنسان يقول أصلي كباب الفرنسية تدعو الله فادعيه ديما حتى وحدك في السيارة في وسيلة تنقل وانت قبل ما ترقد بشوية شوف شنو ناقصك قول يا ربي أعطيني ربي سبحانه في الثلاثة الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من المستغفر فأغفر له فرصتك فادعو الله ورد بالك تحسب مع المتكبرين ورد بالك تحسب مع الذين يسدون آذانهم كي لا يسمعوا الموعظة سيدنا نوح وقت يكلم في قومه شكاء الرب قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار هكذا الكبر تقولوا يجي استغفر قلت له لماذا لقيتني عامل أنا اسماعيل حتى الاستغفر سبحان الله وقل لك أنا قلبي خير من المصلي ونعمل في خير كثير لا أنا أحكي لك حتى على المصلي تقول لك أنا ما أمزاد ما نقول لك كان غير المصلي حتى المصلي إبليس يطوف به ويحاول أن يغويه ويغرس فيه الكبر الله إن شاء الله يجعلنا من المتواضعين ويبعدنا على الكبر يا أرحم الراحمين المهم اليوم فهمنا لهو الكبر راهو مهوش إلا محقرنية العباد هو غمط الحق الكبر هو طريقة إبليس حتى لا تسمع الموعظة الكبر هو طريقة إبليس حتى يبعدك على الدين وربي بعد يقول لك شبيك ما عبتنيش شبيك ما دعيتنيش الدعاء اللي ما يدعيش لا يعيذنا منها إلا أنت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وسيلة ثانية لإبليس في مسألة الكبر وقت يدخل فيك الكبر تولي النعمة لعندك ما تراهاش من عند ربي وهذيك يحققوا الإبليس ولا تجدوا أكثرهم شاكرين عنده سبعة رقب شنحيلك النعمة واحدة منهم يقول لك شوف لي خير منك فتولي تحس روحك من نقص ويقول لك أنت نقص كذا حتى تشكر واحدة منهم يدخل لك العجب تقول أنا بقرأتي بعلمي بالزين متاع وكذا هذاك وباش وصلت المهم يجعلك لا تشكر فإياك من العجب وتواضع لله يرفعك الله في الحلقة القادمة نشوف وسيلة أخرى من وسائل الشيطان كيفاش يجر الناس المعصية وهي خطوات الشيطان الاستدراج رب إن شاء الله يعلمنا ما ينفعنا وإنفعنا بمعلمنا ويرزقنا علما ننتفع به في الدنيا والآخرة نسأل الله في هذه العشر أواخر من رمضان أن يجعلنا من المعتقين من النيران اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اهدنا وهدي أبناءنا وبناتنا للعفة والحياة اهدنا أجمعين يا رب العالمين اشرح صدورنا للإيمان اكتبنا من أهل الجنان آمين بارك الله لكم حسن المشاهدة دمتم في حفظ الله شاهية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا آدم إني أكرمتم كل الأسماء علمتم جنات المأوى أسكنتم سجد لك الملك الأبرار إبليس عدوك نبهتم أقراك حتى أخرجتم استكبر أقسم أي أسلم قلنا أدنائك في الله الشيطان لا يقوينا وكتاب الله بأيدينا ورسول الله هدينا يقيمنا هذه الأسراء إن أخططنا خون سينة تغفر ورحمة الله تغفر ورحمة الله